استخدم أداة الإزاحة لتحديد مقدار الإزاحة اللازمة لإسقاط المثلث WIN على المثلث الآخر. لديكم مقدار الإزاحة هنا. الفراغ الأول لإحداثي المحور X والفراغ الثاني لإحداثي المحور Y. لتسقط النقطة W فوق هذه النقطة هنا، عليكم أن تتحركوا على المحور X من النقطة 2 إلى النقطة سالب 5. إذن، أدخلوا في الفراغ الأول سالب 7. لاحظوا أين أصبح المثلث. أما بالنسبة لإحداثي المحور Y، فتحركوا إلى الأسفل بمقدار 1، 2، 3، 4. أدخلوا في الفراغ الثاني سالب 4. لاحظوا كيف تطابق المثلثان على بعضهما. فبمجرد إدخال سالب 7 وسالب 4 في أداة الإزاحة، تحركت كل نقطة في المثلث بمقدار 7 وحدات إلى اليسار وأربع وحدات إلى الأسفل. وبهذا أسقطتم المثلث WIN على المثلث الآخر باستخدام الإزاحة. إجابة صحيحة.